اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم من جديد وصلنا معكم لفقرة بيت دوتكم بيكون فيها معنا دينا وأحمد لحتى يحكونا عن موضوع بتعلق بالتقديم لوظيفة معينة واليوم رح يحكونا عن نوع الشركات الممكن تناسبنا نحن كأشخاص مندور على وظائف هل الشركات الكبيرة أو الصغيرة أنسب للبيدوروا على وظيفة كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله كله تمام متخوص تعودتوا على كرفانو من يومي أنا من قلوا فيكم والناس تستنهي الفقرة بالوقت لحتى يأخذوا نصائح منكم لحتى يكونوا أحسن بالتقديم على وظائف نبدأ معك دينا لحتى تحكي أكتر عن الموضوع يس إن شاء الله فداما نحن نسأل حالنا كباحثين عمل إنه شو المناسب لأيلي من أحسن أروح شركة صغيرة لإني أنساتني فاشكراد وأبلش هيك لأن أشركة على قدي ولا أروح دوغري على شركات كبيرة انترناشنال وأعمل براندنج لحالي فبتحسك أنه اليوم الباحث عن عمله قضايع مو عارف يأخذ قرار صحيح اللي بدنا نحكيه وخصا بهذا العصر أنه ما في جواب محدد لهذا السؤال في داما إيجابيات سلبيات الشركات الكبيرة وصغيرة فرح نحكيكم أكتر اليوم يعني نفوت in detail شو ميزات وإيجابيات الشركات الصغيرة والكبيرة حتى نساعدكم أنكم تأخذوا قرار مناسب حلو جميل حب السيوح نبدأ من عندك 100% نبدأ بالشركات الكبيرة أو الصغيرة لا نبدأ بالشركات الكبيرة الشركات الكبيرة من أهم الميزات وأهم الإيجابيات لعمل أنك كباحث العمل تعمل بشركة كبيرة أول شيء عندك هيكل وظيفة واضح يعني أنت عندك نظام طرقيات معين نظام علوات وزيادات معين فأنت هون عارف الكرير بارث عارف وغايح عارف أشدك سيب معك لقدام وين تطور طبعا الشركات الكبيرة بتقدم مزايا أكتر من الشركات الصغيرة زي التأمين الصحي زي بدل المواصلات زي كمان دورات تدريبية ممكن أنهم يطوروا وينبوا من الموظف اللي كان بالصابق باحث عن عمل فكمان عندك فرص نمو وظيفة أكبر بالشركات هاي يعني أنت كموظف سوري بشركة كبيرة ممكن أنك تتنقل مثلا من وظيفة لوظيفة تانية جوا عندهم مثلا على سبيل المثال أنت كنت بالسيلز ممكن تحول على ماركتينج على انترنل فيكنسي انترنل بوست من غير ما أنك تضطر أنك تقدم على شركة على شركة تانية من قسم لقسم يعني ممكن تقول لنفسها جميل تماما أنا سأتحدث عن سلبيات شركات الكبيرة أول شيء التغيير فيها يكون بطيئ يعني أول شيء احنا متعارف أن شركات الكبيرة منفتحة أكثر للاقتراحات للأفكار الجديدة لأي تحسينات بس بيأخذ كتير وقت ليتم تنفيذها يعني يعني فيه أقصام كتير كبيرة لابد تمر عليها تمر عليها كلها تأخذ الموافقات عليها كلها بعدين تعمل هذه الأفكار وهذه التحسينات اللي بشركة وبعض الأحيان تحس أنه أنت لأ يا عمي ما بدي أشتغل بي بشركة كبيرة وإذا بدي أعطي فكرة بديها يعني خدي نحكي أشهر لتوصل 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 فهي واحدة من السلبيات الشركات كبيرة كمان واحدة من السلبيات أنه المحيط الأشخاص والعمل اللي حواليك ممكن يأسروا على أداءك ونجاحك رأعطيكم مثال على هذا الموضوع يعني أنت قلينا على سبيل المثال عم تحكي أنه أنت بتشتغل بضمن مجموعة بتحس في بعض الأحيان ممكن كفاءة هاي المجموعة ما بتناسب كفاءتك ممكن تكون كفاءتك أعلى أو مثلا بعض الأشخاص بهذه المجموعة مش منظمين ومش منتظمين فأنت بتحس أن لسه ممكن أداءك يتراجع أو ممكن أنت تقعد لساعات عمل أكتر حتى ترجع تنظم الشغل أو حتى تطلع بأفكار تانية أحسن بكفاءة أعلى فممكن المحيط اللي حواليك وخصاً إذا كان شركة كبيرة وفي مجموعات كبيرة تعمل معك وقرار يعتمد على أكثر من شخص يأثر عليك وعلى أداءك أنك تتطور أو تبرز الأشياء اللي بدكت وصنهم فتأثير المجموعة سيكون أكبر بالشركات الكبيرة نعم تمام كمان واحدة من سلبيات الشركات الكبيرة أنه أنت لا تكون تقدر تتعرف على جميع الناس الموجودين معك بالشركة هذه من أهم الأشياء يعني في بعض أحيام الشركات الكبيرة أنا بعرف أنا بعرفهم أنه صلهم سنتين بالشركة وممكن مدير التنفيذ تبعهم أنه عمرهم ما حكوا معه مثلا فيس توفيس أو يقدروا يقترحوا إيش وإداءه أو زميل بموظف مثلا بقسم ثاني مثلا زميل لكم ما بعرفوه أصلا ولا حياتي شفتو بقسم ثاني فهي كمان شوية نقدر نحكي من سلبيات الشركات الكبيرة حلو عفو عفو مكان واحد لحتى يقدروا يتعرفوا مع بعض لأنه فعلا خاصة بالبنوك وممكن الموظفين الذين يعملون في الموظفين أو الفروع يكونوا يعرفون مع بعض أنه كل يوم يتحدث مع بعض على التلفون لكنه لا يتحدث مع بعض موظفين يمكن إجتماعات لكي يتعرفوا مع بعض ويصبح أسهل صحيح كيف أصصرة التيم بلدنج من هنا شكرا أنها طلعت فكرة شركات صغيرة بما أننا نتحدث عن السلبيات سنكمل على السلبيات سلبيات أنك تعمل بشركة صغيرة أنك تسلط الضوء على الأخطاء التي تقوم فيها داخل الشركة صح أنه تسلط الضوء على إنجازاتك أكيد لكن الأخطاء تبين بشكل كبير وكمان المزايا التي تقدمها الشركات الصغيرة أقل من المزايا للشركات الكبيرة يعني على سبيل المثال تلاقي أنه ممكن أنه في بعض من المزايا التي قدمتها الشركة الكبيرة ليست موجودة هنا مثل صناديق الإدخار والأمور الشبيهة 100% فتلاقي أنه هذه الإنجاز سوري كمان نقطة مهمة أنه لا يوجد قسم خاص بالموارد البشرية أو قسم قانوني يعني أنت كموظف تلجأ أن تشتكي على موضوع معين مثلا فلا تلاقي هذا الموظف المختص بالشكاوي الموجود داخل الشركة وعادة تحل الأمور يا إما وديا يا إما ترجع لراسل هرم الذي هو مدير الشركة صحيح هو الوحيد يكون بالشركة وإنه نقبل وإنه نرجع له صحيح أنا سأتحدث عن إيجابيات الشركات الصغيرة حكي أنها تصل على الأشياء السلبية لكن في نفس الوقت أنت بشركة صغيرة تصل على إنجازاتك التي تقومتها فإذا أنت عملت إنجاز كتير كبير المدير رح يأدرك بطريقة كتير أعلى يعني بطريقة أكبر حتحس عندك ثقة بنفسك أكتر لأنه مثلا أعطيكم مثال يعني إذا إذا مثلا واحد بالسلس جاب هون مثلا خلنا نحكي 500 ألف دولار بشركة كبيرة مش زيبة واحد يجيب 500 ألف دولار للشركة صغيرة فهيك يعني أول شي ستكون عنده ثقة ستقوى شخصيته سيحط دعمه وأفعل أكتر حتى يكمل الكرير تبعته كمان واحدة من الإيجابيات عن شركات صغيرة أنه أنت بتكون مسؤولياتك متعددة يعني بشركة صغيرة لأنه كونها شركة صغيرة وفي عدد أشخاص محددة بالشركة فأنت ممكن نفس الشخص أنت التي تعمل أشياء بالماركتينج أنت تعمل حسابات الشركة ببعض الأحيان حتى أشياء البسيطة ممكن أنت تقوم فيها تعملها فهيك بسي عندك خبرة بكل المجالات فأنت إذا طلعت من الشركة أنا لدي خبرة قليلا من كل شيء وبقدر أعرف ما يعملون الأقسام الثانية بالضبط يكون عندك خبرة هناك ثلاثة أسألهم إذا خلصت الإيجابيات والسلبيات أول واحد هل حكر علي أنه أنا بدأت بالشركات الصغيرة أنه يجب أن أكمل كل كرير تبعي بالشركات الصغيرة أو ينصح أن أن أنقل بين شركة كبيرة شركة صغيرة أو أصلا لا أعتبار للموضوع أبدا أنت ليس ملزم أنك تكمل بلشت بشركة صغيرة ليس ملزم أنك تتنقل بين شركات الصغيرة كما أنت اكتسبت خبرة اكتسبت مهارات بهذه الخبرة بتأهلك كما أنك تشغل بشركة كبيرة أنه تكتسب خبرة تانية ومهارات تانية غير علمتها نمي من نفسك كباحث عن عمل كموظف الموضوع الرواتب عادة في انطباع متاخذ أنه الشركات المتوسطة والصغيرة هم اللي بيعطو رواتب أكتر من الشركات الكبيرة لأن الشركات الكبيرة تخضع للا تنازلات ولا حتى ممكن نرفع موضوع الرواتب فيه بالمقابل موضوع الشركات الصغيرة يكون فيه نقاشات ومفاوضات بموضوع الراتب فهل مزبوط هذا الانطباع المتاخذ أن الشركات الصغيرة الراتب اللي نعطيها أعلى من اللي نعطيها بالشركات الكبيرة تمام هلأ ما في جواب محدد لهذا السؤال إحنا هون وخزن بهذا العصر أدي أنت تحط أفعت بالشغل أدي أنت تفرج مهاراتك بالشغل رح تاخد راتب عالي أي شي زيادة بميزة كل يوم أنت على الشخص اللي قاعد جنبك هذا بأهلك أنت تاخد راتب عالي سواء كان بشركة كبيرة أو بشركة صغيرة جميل جدا آخر سؤال التدريبات بأثر أكتر بالشركات الكبيرة أم الصغيرة أنا أخذ كورسز أشتغل على حالي أكتر أتعب على حالي أكتر يقدر أكتر بالشركات الكبيرة أو بشركات الصغيرة بوجهة نظري أنا أظن أكتر أكتر بالشركات الصغيرة لأكتر الكبيرة هم اللي يطرحون لك الكتر كما أكتر الكتر الكثير الكبيرة التي تتطرح لك هذه تكليف عليها على الشركة لكن عندما تدخل الشركة صغيرة لا تدع لك هذه تكليف وإنت قريب لدي ميزات إنه عندك 1-2-3 قوة وهي بالعكس يتميزك بالشركات الصغيرة أكثر شكراً جزيلاً بالعادة طبعاً لازم نأكد إنه فقرة بيت.com رح تكون موجودة أونلاين تقدروا تحضروا هاي الفقرة على يوتيوب لأنه هي مرجعية لاللي بدوا يعرف معلومات عن كيف يقدم على الوظائف إيش يساوي جو الأنترفيو وإيش أكتر نوع من أنواع الشركات المناسب لهذا الشخص ولكن كالعادة من نختم بأكتر الوظائف المطلوبة حالياً على بيت.com 100% هلأ رح نحكي عن الوظائف اللي كانت بارزة معنا خلال فترة الماضي عنا مهندس برمجيات كان فيه كمان موظف إدخال بيانات وصائق بإربد هاي وظيفة بإربد سائق هلأ بنا سائق بإربد يا جماعي اللي موجود بإربد وعه رخصة قيادة وجعباله يشتغل كسائق فيه هلأ فرصة سائق بإربد 100% صحيح فيه مساعد موالد بشرية ومطور PHP طبعاً فيه آلاف الوظائف دائماً معنا وظائف جديدة أول بأول يمكن مثلاً أنت تشوف وظيفة مات ناس باك اليوم وممكن تلاقيها بكرة موجودة آلاف من الوظائف تقدر تقدم حتى الموضوع ليس يومي بس ساعي يعني حتى خلال الساعات بيتغير 100% أكيد شكراً لقلكم كثيراً كل يوم تأربعة بتنورونا في استوديو كارفان وأكيد كل الناس بستفيدوا من المعلومات اللي بتأدمو لهم إياها اشتركوا في القناة